مرحبا بكم مرحبا بكم كاملين في كيدنسا مع شهر زاد سأعرف راسي سعاد ثلثة لكم تكشي على عش مران زيش نطول وندخلوا مباشرة في القصة معكم رانيه اليوم جيت نعود لكم حكاية مجرانية سأبدأ لكم القصة لكم حتى المتحدث عن شخص لذلك السباب أصدق لكم في الفيسبوك في الأول كان سعادية ومعرفة السيد وقالي 24 ساعة وقالي لقد كنت أخذت للمغرب لديه المدينة وقالي بمساهد وقالي بمساهد يوجد 42 عام وقالي مدينة كبار مني انا في ذاك الوقت مكنش مصوقة لهذا الشيء لان السيد في الهضرة معي كان كبير لي انني نعيش معك في الاميرة وانا هذا هو اللي كان مناسب لي بحكم انني في ذاك الوقت كنت كان نعيش في حد ظروف اللي صعيبة في دارنا دارنا وحد الناس اللي علاقة للحال وهو كان كبير لي الحياة الوردية كيف تعرفت عليها البناس رما كملناش حتى واحد شهرين مقادة ولكن صفت لي الفلوس ومبرأني كيقول لي لح تجتي هنجيبها ليك كان دائما كيقول لي شنو انتقل ذلك وكي تقدى وجمالي في الباليزة المهم انا وليت ناويها للزواج وكنت عارفة انه حتى هو بغني الاحلال سوف يبقي نجرين تقريبا جاي الواحد سبع شهور حتى كان جاء الصيف فاداك الواس كان قال لي غادي ينزل المغرب وقبل ما ينزل قال لي اشوفي غير هدري مع والديك كنت هدرت مع والديك وكتبت لأي شخص يأتي يخطبني ماما عكسات وقال لي يا ابنتي سيدرة كبير منك وانت عارفة كيف تقولي كنت لها ماما ما كيهمنيش العمر وانتزوج ببرهوش نبقى نوياه مضاربين ومخاسمين على فلوس ليكوش وانتخصني راجل اللي يهزني ويتهلا فيها باركة العيشة اللي عشت معكم هناك ويجب انتلت هدري سيدرة عيش في بلجيكا يعني سأديني معه وقال الوريقات وقال صوفي راسي وصوفيكم معي مهم قلت لي اشوفي يا ابنتي الفلوس رخنز الدنيا وردك الشي كامل كيمشي ارى المهم هو مصلاحتك مع من تعيشي انا كنت ساعمة كنهائية مسوقها لها وما كنت تسوق لها شيء اللي في راسي هو اللي كان ديره كتبت واحدة بنت اللي يهزني شي سقولي ما ليه هاده ما ديرها شي اللي كان دير ويالي كان تعجبني صوفيها هاده كمي شافت حتى عيات وكان ضربت الطموس كسات وقالت لي اللهم يسر حيث في ذلك الوقت كنت جايبة الجهد وكانت حارفة الى ما تزوجت شغال ديلا شي مصيبك حلا صوفي السيد كيف جاء كان دوا مع والديه ووالديه كان وجاوه واخطبوني من عند والديه ما نقوشيكم هادك شي اللي جابوه راما خلاه ما جاوه بعضي الهضراء دير فحل الخطبة جيبين لي انا براس لي وخاتم مهم مخلين ما جايبين استقبلنا بهم وكبرنا بهم والسيد كان يتعامل معي كيف الملقلين راح للا رايني فلارد وللا رايني فصمة لدرجة انمي اللي كانت ما موافقه كيف شافت السيد بالثلاث وليس كتس قولي يا راشل كيف يبن علي درويش والله يحمرها ضار وبين باغيك وغادي يتهلا فيك مهم كل شي يسر وكان اللي يقولوا لي والديه يقولوا ما عنديش المشكل حتى فش وصلوا النقطة لاننا غا نديروا العقد ومشوا ونسكنوا معاهم في الضارقة اللي امي اللي قال ليها مرحبة اللي بغايت البنت انا ما عنديش المشكل يعني في حاله نفي حاله هي واحتموا مكان جاعم صوقة حتى كانوا بقين بالناس هابل ازواج وقال سين معاها مهم هذو كل هائلة اللي عمرها سلعة لا ماما الاخواتات والاخوت وكلهم اللي جاوا عندنا ديك النهار ما قالوا حتيشي كلمة لأيب وكلهم بكانوا حماق عليا ونرى ما نشكرش لكم راسي الحمد لله كان عندي حقية من الزين المهم دازا ديك النهير من مورها مباشرة سيد كان دوام ابا وقال لي نجريه في الأمور ديال الزواج باش ما نمشي من هنا حتى نكون طيحت عليها العقد ونقدليها الوريقات باش المشي الماجي يلي نجي نجيب الوريقات ديالها ونديها معايا لان السيد كان عنده الجنسية الابديني قال له بسم الله كانوا وجدوا الوراق دفعونا للمحكامة حين تحتل هذك الوقت مكوش مكملة 18 عام وقال لي قليباتي تزوجي قلت له انا كنت فاخرة كس كان عرفنا در مهم القادية ديك الصحة تاني الموافقة مشينا عند العدول تكاتبنا من بعد كنا جينا ودرنا خطبة كبيرة عرضنا على القريب والبعيد ما نقول شكم تقريبا في حل العرسيد فرح بيه وكبر بيت كبير ديال نفس كل شي بقى حال فمو فيه الراجل واخا كان كبار مني ولكن ما كانش كيبان كبير بزاف اللي كان كيبين عليه شوية الكبر هو هذك الشعر اللي ما كانش عنده هو كان شوية صلاح اولا صلاح النية مشي شوية صافي دوزنا هذك الخطابة من مورها مباشرة سيد هزني وكنت سافرت عنويا قلت عنويا عشرين يوم ما خلينا حتى شي خونس تحاكنا وسافرنا ودوز ما احسان يمت في حياتي والسيد كانوا مفروح ومشد لي الخاطر ولي قلت هليك يقول يا واخه وعقله صغير معايا ودك الشي كامل اللي كنت كان حلم بيه كامل اللقيته فيه عرفت والبنات كنت طيرة بالفرحة وكن حس براسي انه قاء هذك الشي اللي باغس في القيته وهم بكل شي كل شي كل شي راجل لابس عليه عم برعني ذي لي الخاطر كيبغيني كيحمق عليها قارج لي البناس كيبوسوا مليارا ما نقول شي كمش نودير عليها سنة العشرين يوم حتني في دارنا مشا علق البلاده بطينا كنا هضروف تيلي فول حبه الغارام العشقه الهوية ما كينش جرام ديال المشكيل دوزنا لبنات تقريبا واحد الخام شهور خرجوا لي الوراق وهو من موراها كان شد كونجي كان نزل قبل ما ينزل كان صافت لنا الفلوس درنا عراسية كبيرة جسي يدهزني وداني معاه فاشو صنلت ما كنا سافرنا واحد تلسية من اللولة دورني واحد شوية من بعد قلصنا في الدار في اليامة اللولة كانت الأمور غاديم زيانة قامت باستخدامي واحد شهرين تلسية من ثلاث شهور حالان 3 شهور لكن تظهر الخدمة سوف يشربون بالتليفون تيك توك تيك توك هل بنات تك توك تيك توك تيك توك تيك توك لا يفعلوا كيف دوري الدنيا مهانية تشوف الناس يفرج يفرجون والكم نتفرج بدون المشك و لكن نتمكنون العرفين في أكثر الفيديوهات التي تعود للبنات تستخدمها في التعواج وكيف تتخل معها أريد التجفز معها أم أراه كنت أقول أنه يدوز الوقت تفرج في برنامج ودوز ويجب ويجب في الأول وقائي وقام بإخير حاترة وقام بإجبار السجن ونقوم بإخبار المهم كل مرة وقاش ولكن قدمك انك نزيده في العلاقة قدما هذيك العلاقة من جيتو بتسكتبرت وليس كنقوله ان خرجو كيقول ليه ما فياش ايان كي يجي من الخدمة كي يتكا كي يشدك التلافون ولشه التلفاز اكترية التلافون وتيك توك اكترية اكترية البنات احتى علاقتي معاه ما بقاتش كيف ما كانت فاش كن جي ندوي معاه وكن قلوه تبدلتي ليه احقا انت موقيتش كن تقولي الكلام المعصول احقا نفاش كنت معاك يعني في التلافون وكنت هذا كنتي كتبقى معاه حتى كنتي كنتي تكون معاك وكنت كنتي معاك وانتو معاك وانتو محسن لشي حاجة انا كاسيك مصبتك اي شاريليك محن لك ناقص لشي حاجة الاحلالة ومن كتجي يحتل عندك تلاجه غادي تنزل بقوة تقضيه ومنقول لكم سيد راهم برعني في كل شي مقدي اه زعم ماديا كل شي اللي كي يحتاج دار جايبه انا كي يعطيني الفلوس كيقول ليه خرجي تقضي يديري اللي بغيسي لا يوجد أيلوآ مشكلة لكن فإن أتعطي الإهتمام فإن تشارك مع حياتي اليومية إسول في هذه الصغيرة فإن يستخدم خدمة التليفون وليس لا يتعيط لي ويمكن أي حيث أن ينشر لها يدخل و نفسك و يجب نقوم الإلتاءة و يومي للبلاس الالتالي ي يدفع تكتك 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 و يقول مرحبا فإن أصدق قويا مع الثلاثة يجب عليه إن أرنته المهمة البنات في الأول بقيت صعبة ومغمضة إني وكن قول ما عليك الدنيا هانية ولكن هذا الشي فش بدك يطول انا مبقيتش مرتاح وكن حس براسي عايشه معه في الأعصاب كن قول ما يمكنش وش أنا يا عدو الزواج انا بقع صغيرة مازال بقع نعيش الحياة بقع تراجلي يقول يا كلام زوين خرج معه انت مشى انا وياه بزاف ديال الامور قاعدك شي دي كنت كنت نحلم به حتى شي حاجه منه مكيناش وفيما كنت نهضر معك يقول انتي ما عندك ميدار leans له هاي انتي جال صنقط وانا ياركى من الخدمة ايان انتي بقع صغيرة هاذي قلقه وانت احرافة بهذا الشئ من النهار الول هو يقولّي يا اوهان تليون انت منا للابتش اني قلو losing thing d of well **** اوالا نكنا بت barbecue وانا لها لاتك ان advancediverusal 1 17 – 10 سيدti وانا ندخل من خطوٍ وس roupro time لا يهدرني لا يكلمني كلمة الأخرى ففو كنت أقول لك لماذا لا أريد أن أتعبرك و لماذا لا تتعبرني عن إحساسك يقول لي أنت عارفاني واذا نتعود نفس الأضراء قل لي أن أريد أن أعرف هذا الشيء ولم يخصك من شيء أنا لا أعجبك كيف الأميرة وأنني نرضي الحياتي ولكن لماذا أقول لك؟ يقول لك ممكن أن أقول لي هذا الأضراء أنا لا يحتاج أن أسمع هذا الشيء لكي أقول لي أن أرى أنه لا يوجد الأضراء لماذا كنت تتعبر هذه الساعة في الفيسبوك في الوقت الذي تخطبنا في الوقت يقول لي أن هذه الساعة كنت بعيدة ها أنا دا بنتي حدايا أشنو خاص كالله ولد زيتما في الهدراك يبدأ يغوط ويقول لي أن أرى أنه عندما تصدعي يراسي أنا نهار كامل ونخدام وعيان كان أريد أن أريد أن نرتاح كنت أريد أن ترتاح هذا التليفون وأن تتفرجني في الخانزات يقول لي لما كنت تفرج فيه وما أنا غير كنت أدوز كنت أدوز تفرج في شيء مفيد تفرج في شيء مفيد أنا نجي أنا غير مفيد ونخدام فيه كان قلت له أن يدفولة كان مفيدة الرجل لا يريد أن يدير معي حتش حل قنط ومليت ونعرف ما ننطط إذا أردت ذلك وقرت لأولد الناس سأخرج على رأسي نخدام ونقرأ ونجم بحاجة قال لي أنه قلت له أنك تتكلم في الدار وأنكت أولدي لدي ونعيش أنا ويها كنت أعيش مع الحيوط وانت عايش مع تليفون قال لي شو في انك تتخدمي الا انا ما منقص عليك كتقول لي بغتي الفين كتقول لي بغتي الفين كتقول لي اشنو خاصك قال لي ما خاصك حتى شي حاجة والقراية ما قرأت حتى فاش كنت يفداركم وزيدون هنتي قاع بغتي تقراي اشنو غتقراي هنا اياه قال لي انا ما عندك ما تقراي والنبو ديالك ما غاي وصلك حتى شي حاجة حتى ان البنات حتى السيزيان ما كانش عندي المهم انا يا تلفت ما بقيتش عارفة ما ندير كنت كنضل كنبكي وخاصة صنفاش كان نبقى بغتي اقنطت البنات وقع هذا الشي كنت كنحلا بي مرقة من نوحة شي حاجة ماديا اه سيد مبرعني ولكن ديالك في حالة عيشة مع شي واحد ما كان عارفوش كنت كنعيط المام وكنضل كنبكي وكتقول لي بنتي هذاك ووزواج وصبري راحت شي قلتولي كننهار الوقت لا ماما ما كانش هكا قد طبعا اي راجل في اللول ما كانش هكا قد يكونش هكا والدي الولادي ونسوك وذيك ساعة انتي غتشطني وحتنتيها دارة غالفة لديرلك هاد الشي المهم تبعتك لموي وفعلا كنت حملت وولدت معها البنيتا سيد فرح بالبنيتا كان مهالي فيها وزع ما منحي تهليه مهالي فيها والنهار اللي ولدت هو اللي ينفسني هو اللي يقابلني هو اللي تهله فيها ومنقص علي حتى شي حاجة ولكن عاوتاني كيف وقفت على الرجلية سيد ارجح كيف مكان ولا كيدخل دابا كيشوف البنت ديالو واحد شوية ومن بعد كيمشي هاس التلافون ديالو ما كيدوي معانا ما كيتكلم معانا في مكان جينا هدر معاك يقول يا راس يدرني عافك تفيدو غير مخشف واحد لقنت وشدك التلافون وكيتفرج في التيك توك ما يهدر ما يتكلمو كيضلك يقولك انا بغت غير نرتاح كنقولو يلا هنخرجو كيقول يا ما فياش كنا عال الشيطان وندي القلصة رومانسية ويشوف التلافون شحان ويعطيني يقولي نصف كلمة فاش كنهضر بزاف كيقولي صدعتيني فراسي انظهار كامل وانا عندي المشاكل في الخدمة انا كنجي هنا غير باش نرتاح سيد حتم من كيلفازه ما كيبغيش تصنطليها ما كيبغيش لغوات البنت فاش كيجي كيقولي عافك سكتيها بعض المرات في التلافون كي عايت لي كيقولي يشوفي عافك فاش نجي القلب نيسا كنقولو كيغن ديالوشي يا روبو راه البنت راه من الحم ودم والبنت ما زالت صغيرة كيغن ديالوشي كيقولي ايوه انا جاي عيان وفاش كيجي ويلقى كاتبك كيهز الحويش ديالوشي ويمشي لصالة ويمشي الواحد البيت ويمشي الواحد البيت ويمشي الواحد البيت ما كيبغيش معي انا في نفس البيت المهم دو وزنا مدة انا بديت كنقنط بدهت شي كامل كيطلع لي يا فراتي ومن كدبشي كنفكر في الطلاق كنفكر ان ينتفارغنا وياه ينبقى تمون هزراسي ينزل المغريب وبدحياتي من جديد وخانا عارفة الهضراو وبزاف ديال المشاكين وقع هاداك شي اللي عايشه تماما غلقا منه احتشي حاجة في المغريب المهمة البنات بقيت هكاك حتى النظار اللي كانت خلي الشيطان وقلت له ربما هاد سيد تكون عنده حلاقة مع اشي وحده ولا كيهدر مع اشي وحده ولا بتخبيه هزيته التليفون غير بشوية قلبته حتى عييت ما لقيت فيه احتشي حاجة وحتمال فش وندخل عييته باست المشي يخبيه التليفون كان يتفرج في البنات بلايات خالق قاموا بخطتي ونبيقول لي ونا عييتي نتفرج المشي يقبني غير كان يجو قدامي قلت له هادا تيكتوك قل لي وصافي واتنتيا وانيها تيكتوك عزيز عليا وقد نزل وكرني احقى انتين يبانهما وانتي اخذ ملكة الجمال وانا احتشي واحدة ما كتعجبني من غيرك انتي هذيك اللحظة اللي كي قولي هذي القلاب صافي ويصبغني ويخليني وكنشوف تكنعية وكنسكت وانا هذيك شي ديال الخيانة انا عارفة ما كي هضر محتشي واحدة هو سيدة شغل ونقول لكم باغي يغري ياكل وينعس ويرتاح صافي وانتي قلصة في الدار هاد يالي هولادو وهذا ما باغي لا يخرج لا يدرج حسب الوقت اللي كنا نزلنا للمغرب كنا جينا وقلصنا في دارهم وقلصنا في دارنا فاشكتلون نسافر انا وياك لمشوشوا بلاصة ونخليوا البنت قال لي ما فياش انا نشيش غنرتع وفعلا هذيك المدة كاملة دوزناها ما بين دارهم وما بين دارنا كنا يومين اللي مشينا الجديدة شتنا واحد الوتيل ما كان خرجوش منو في الليل كان قولو يالله انتمشى ويقولوا بوطيت تمشي سيري مع ماماك حتي تديس معي ماما واخوتي كي قولي بوطيت تمشي سيري مع ماماك عارفتوا الراجل شغل نقول لكم انا ما عارفتش راح تبدل 180 درجة ما كانش هاكا نال اللي تعرفت عليه راح كان حاركي كان واحد الانسان اللي ومشي زعمه شي راجل لي كبير راح باقى صغير في العمرة ردما يالله عنده واحد اربعة واربعين عام وشد فراس وخدمة دياله فيها تكرفيس وشجرة وزعمه رياضي مشيش واحد اللي بها بله غير هو كي قولك انا بغيت تغني نجلس يعني هداك الوقت اللي كتكون عنده فيها الراحة حين الخدمة دياله عنده فيها الضغط بزاف ومهم خدمة دياله صعيبة كي قولك انا الوقت اللي كان جي لدار كان بغي نرتاح وفي الوقت اللي كان كتكون عنده كونجي كان بغيت تصنط العظامي هو يمقدر يمشي لشي اوطيل واو ولكن يبقى غال السمه ما يخرش يعني يمهبط التاحتي يعمل فلابيسين يبقى مجب التماء ويمهداء هاتشي اللي كي يبغي هو وانتي خصك تمشي مع القانة دياله مع ذاك الشي اللي كتبغي انا عكسو انا مديراش فحالها كاك وكندور ونظور وكنقول هالي مباشرة كنقول لولدنات انا مازال صغيرة انا بغيت نسمع كلام زوين انا كي قولي انتي بغيت تسمع كلام زوين انا كي قولي انتي بغيت تسمع كلام زوين وابغيت تشوفي الافعال يتضحك وانتي بنساء انا منكس عليك شي حاجه وكي أرجح عالي الماديات واني اللي بغيت عليك نجيبها لك وانا قبل ما كنتحلي فما كنت تلقي الحاجه عندك وانا 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 أريد أعطي هل يرى تقتل denen الم reinforce لكم عيت مصبر و عيت مرغ مضعينيه ولكن كنحس براسي انني معاه كنشرف ما كنعيش لعمر ديالي شحام مرة كالقاراتي داخل الفيسبوك ديالي القديم واحد تاني كنقول اعود بلا مشتراجي مكانت فيه و كنقول انا مرها مزوجة ما خاصنيش ندير هاتشي باغا نحس باغا نسمع غير كلا مزوين ماشي غنقول لكم انا ما نعرف اشنو باغا نعيش مع واحد اخر ولكن باغا نظر شي واحد يتبيها شي واحد يتغزل فيها فاش كنجير ادار معا ماما مو كنقول لها ماما ايت انا كنفكر في طلاق كتقول يا واش انتي حماقتي هانتي تطلقتي اشنو غاديري فاديك البلاد كتعرفين منين دخلوا ومنين تخرجي كي غاديري معا بنتك واش انتي عارفة اشنو كديري كتقول يا شوف يا بنتي ما عندك ما تديري بطلاق غادي تتبتي في دارك وهذا هو الزواج انا البنات ما بقيتش عارفة لا كيفاش نتصرف ولا كيفاش ندير ما بغيتش نطح في الغالات وهو هدارت معا اللي قد قول يا هدري معا هدارت معا هالبنات وقلت له عاد الشي انا ما باغاش انا يا اه باغا نعيش مزيان مديين ولكن في نفس الوقت بغيت راجلي يحس بي راجلي يقدرني حتى في الوقت اللي كان كون مريضة يخسر علي كلمة واحدة لا تطيباش ما تنضيش مول بلاستيكوا يجيب لي يدوها اما باش يجي وقف حداك يحس بيك يعمقاك والو والو انتي مريضة مجبضة في بلاستيك كيهس تليفون ديال انا من عش حداك يقول قتعا ديني يهس تليفون ديال ومشي اللي صالة واحتده باوفاش كيكون مريض انا والله ما كانت كنتيه فيه كيف يجب أن أعطي بيناتنا جافة 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 هو بالنسبة لي عادي انا بالنسبة لي مخش يكون في حال هاكا انا بغيت راجل كيف يحس بي بغيت راجل يبغيني راجل يسمعني كلام زوين صباح الخير مساء الخير المساجات بناتنا نحيش عنوية الحب والغرام قائع هذا الشي اللي كنت كان حلم بي تشي حاجة ما لقيته ما هرفت وش دك الشي اللي انا كان حلم بي وش كان غير في الافلام ولا في الواقع وش هو اللي بالصح ولا اللي غالطه وش اني غلط نهار للول كيفاش نقدر نصلاح هذا الغالط انا ما بغيتش ربنات متاح في الغالط انا ماشي شي واحدة اللي بنطلح حرام ولا شي واحدة اللي غنقول لكم غنغضر راجلي وخبعد المرات كل عبية الشيطان ولكين كان قول عدو بلا مشتراجيم هادش ما دياليش وما تربيناش في حال هاكا وحنا مااشي يبنطلح حرام انا اليوم اجيز كنعود لكم قصي حاس ما بغيش نغلط حانت بغيتكم تقرروني بغيتكم تقول لي شنو ندير تعليق ديالكم كاملا غنقراها وقبل ما نختم بغيت نشكركم انكم تصندتوا القصة ديالي الغزالة ديالي هنا سلاد القصة ديالنا ما تنسوش طبعا كتخليوا الاراة وتعليق ديالكم من صاحبة القصة وما تنسو ليش من التعليق وزوينة ديالكم انا ما بقى ليا الا نقول لكم حبيباتي ما سخيتش بيكم كات معاكم شهرها زاك اللي كاتح ماكو كاتموت عليكم اشتركوا في القناة